خلينا أسأل بطريقة تانية أنت عارف يعني أنا إلي سنين يعني أول وأقدم برنامج تقريباً في العالم برنامج مسيحي مجداً للرب مجداً للرب مجداً للرب أكثر من 39 سنة في الميديا المسيحية وبالنسبة إلي أي ديانة غير مسيحية مردود عليها معناش مشكلة يعني مع أي الديانات الأخرى أو الهرتقات أو البدع كلها مردود عليها معناش مشكلة يعني بس المشكلة في هالأيام إحنا منا منا المسيحيين يعني اليوم لما أنت بتقلل من أهمية الكلمة يعني أنا دائماً بركز الكتاب المقدس هو كلمة الله لما بيجي واحد بيبتدي يشكك بالكلمة ويشكك في القصة ويشكك في الميلاد العذراوي ويشكك في هذا الأمر بيبتدي يعمل زي نوع من البتر وهيك السامريين على فكرة ابتدأوا يبتروا الكتاب المقدس إحنا بس من آمن في الطورة نعم أو الصدقيين كانوا بيآمنوا بس بأصفار موسى الخمسة نعم وبدون كل الكتاب نعم فهون بيبتدي الخطورة التساهل وطبعاً يعني الانزلاق الكامل في الحفرة وإحنا مجدارين نعم هذا الخطر حذر منه الكتاب وحذر منه الرسل وبدأ هذا الخطر من في العهد القديم حذره منه الأنبياء وفي العهد الجديد الرسول بوريس حذر أقوى كنيسة كنيسة أفاسوس نعم وفيها أقوى قادة روحيين شافهم العالم أساقفة أفاسوس نعم اللي هي الكنيسة التي نودي فيها بأسمى الحقائق المسيحية حقائق الدعوة الساموية واتحاد المسيح مرة واحد من الشراح المعتبرين معلمة كلمة الله تكلم عن الدعوة الساموية قال الأب عايز أبناء والإبنة عايز عروسة والروحي كدس عايز ساكم مش بس خلاص وغفران خطايا لا الاتحاد بالله فدي الكنيسة التي نودي فيها بأعلى الحقائق في قوة المحبة الأولى لأن في وقت كتابة أفاسوس رسالة أفاسوس كتسل الكنيسة في قوة المحبة الأولى مش زي أيام يحنى الحبيب لما كتب في سفر الرؤية على أفاسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى وبالرغم من أنهم أعلى تعليم وعمق روحي وقوة المحبة الأولى الرسول بورس حذرهم احترذوا لأنفسكم وللرعية لسببين بعد خروجي هيجي ذأب خطفة ده هيجي من الخارج لكن المؤلم أكثر منكم أنتم يقوم أناس يتكلمون أصقفة أفاسوس سيلتو منكم أنتم يقوم أناس يتكلموا بأمور ملتوية ليكتذبوا التلميذ وراءه الكراسي والسلطة نعم وصراعات السلطة مع أنه لما كتب لكنيسة أفاسوس كراسوس عم يتكلم عن الوصول إلى قامة ملء الله نعم وإلى قامة ملء المسيح وإلى الامتلاء بالروح القدس مكدا الرب دي كنيسة عشد البليروما الملء اللي احنا بنحكي عنه في كلوسي ولكن مجرد أنك تتساهل بيبتدي الانهيار نعم ويبدأ الانهيار من قادة وهنا الخطورة لكل الأحباء المسؤولين عن عمل الله في وسط كل كنائس الله مع مكان التواقف التساهل التدريجي مع الكلمة الانزلاق التدريجي بعيدا عن الكلمة لذلك يجب أن نتنبه أكثر والمصايرة وإرضاء الناس والتجتذب الناس والشعبية واللايكس اليوم يعني جنون العظمة في موضوع الفيسبوك يعني كله عاوز جمهور عاوز لايكس نعم وعم يعني بيخرجوا حتى عن الطريق لأنه بدهن يجتذبوا الناس مجرد السعي وراء العظمة ده سقوط وسعي وراء اللايكس ده سقوط لأنه ده مبدأ عالمي مبدأ عالمي خالف ترجمة نانسي قنقر